أهلاً ومرحباً بكم طلابي أحبائي طلاب الصف الحادي عشر هذا هو الأسبوع التاسع في هذا الفيديو سنصلط الضوء على أهم المحاور والموضوعات التي سنقوم بدراستها ومناقشتها خلال الأسبوع التاسع كنوا معي كما تلاحظون سورة آل عمران الآيات الكريمة من 169 إلى 174 النتاجات يتوقع منك عزيز الطالب تحقيق الأهداف التعليمية الآتية تلاوة الآيات الكريمة من سورة آل عمران تلاوة سليمة بيان معاني المفردات والتراكيب الواردة في الآيات الكريمة تفسير الآيات الكريمة تفسيرا إجماليا حفظ الآيات الكريمة غيبا الانتثال لأمر الله تعالى الخريطة المفاهيمية وهي تلخص دائما عزيز الطالب المحاور الموضوعات التي سنكون موضوع الدرس موضوعات الآية الكريمة فضائل الشهداء طاعة الله ورسوله والثقة بنصر الله جزاء الطاعة والثبات فضائل الشهداء بعدما حدث مع المسلمين في أحد استشهد منهم عدد كبير من الصحابة رضي الله وبالطبع إصابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هنا أصاب المسلمين هم شديد وحزن كبير لما وقع بهم أنزل الله سبحانه وتعالى الآيات الكريمة نوع من التسليا وتثبيت لقلوبهم فأشارت الآيات الكريمة إلى بعض ما أعض الله تعالى للشهداء من جزاء يبين فضلهم ومنزلتهم عند الله سبحانه وتعالى قال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا بسبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون فبينت آيات الله أنهم أحياء عند الله لهم حياة خاصة لا تشبه حياتهم في الدنيا وأن الله تعالى عد لهم الكثير من النعيم الذي يملأهم فرحا وسعدا قال تعالى فرحينا بما آتاهم الله من فضله مطمئنين لعاقبة من سيلحق بهم من درب الشهادة قال تعالى وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون هذه الآيات تخفيفا من حزن المسلمين وتوجيها لهم لسلوك طريق الشهادة دون خوف على ما عندهم من الأبناء والأسواج ودون حزن على ما تركوه من متاع الدنيا فإن الله سبحانه وتعالى قد أعد لهم النعيم الدائما الذي لا يزول والتعبير بقوله تعالى عند ربهم زيادة لتكريم هؤلاء الشهداء فهم في قرب الله تعالى وتقديمه على قوله يرزقون إشارة إلى جوار الله تعالى هذا هو أعظم رزق طاعة الله ورسوله وثق بنصره لما رجع المسلمون من محود وصلهم خبر بأن المشركين يتجهزون لمهاجمة المدينة المنورة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين بالخروج لمواجهتهم وملاقاتهم ليعلم المشركين بأن المسلمين ما زالوا أقوياء فاستجاب المسلمون لرسول الله رغم ما بهم من الجراح قال تعالى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح ولما وصل النبي صلى الله عليه وسلم حمراء الأسد هذه المنطقة تقع على بعد 2-10 كيلو مترا جنوب المدينة المنورة أقام فيها ثلاثة أيام ولما سمع المشركون خبر خروج الرسول خفوا من لقائه ورجعوا إلى مكة وقد أثنى الله تعالى على المسلمين لاستجابتهم لأمر الرسول لله صلى الله عليه وسلم ووعدهم بالأجر العظيم في قوله تعالى للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر العظيم جزاء الطاعة والثبات هنا ختمت الآيات جزاء طاعة المؤمنين لله تعالى واستجابتهم لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وثقتهم بنصر الله سبحانه وتعالى قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فألقى الله الرعب في قلوب المشركين وتركوا ما عزموا عليه من مهاجمة المسلمين وأكملوا طريقهم إلى مكة ورجع المسلمون من حمراء الأسد إلى المدينة دون قتال لم يصبهم أذى وعفى الله عنهم بسبب قيامهم بما يرضي الله من الأقوال والأفعال هذا هو عرض سريع لما سنقوم بدراسته خلال الأسبوع التاسع وأرى أن هذا الدرس لا يزال يرتبط بما يحدث الآن في بلدنا العزيز في غزة ستبقى هذه الآيات هي آيات مواساة لكل خسارة بشرية يتعرض لها المسلمون فكل ما نفقد نحن في سبيل الله هم أحياء عند ربهم يرزقون بجوار الله وبرعاية الله